على ضيوفك الكرام من هنا من استاد الكلية الحربية حيث لقاء مصر المقصة وبنية بيت في دور 32 في كاس مصر مقصة اللي حضر مبارح للقاهرة ونال حسة تدريبية تحدث من خلالها الكابتن تامر مصطفى مباراة الكاس مباراة لا تقبل القسمة على 2 ولا تخضع الى اي معايير ويجب فرض سيطرتك على الملعب من اول دقيقة واستغلال كل الفرص المتاحة ونلعب مع فريق لم نراه من قبل امامنا في اي مباراة غياباته النهاردة غيابات كتيرة جدا هشام حافظ وحسن فتحي ومحمد مسعد وعلي غزال وليلة وبسام وليد ومحمد مجدي الحارس الاساسي اما على الجانب الاخر حضر فريق بنع بيت بالامس الى القاهرة تحدث الكابتن اقرب مع المجيب بنلعب مباراة للشهرة مباراة كبيرة امام اسم كبير مصر للمقصة بنأمل ان احنا نعمل مفاجأة في كاس مصر وايضا المباراة مبارات كؤوس وقال لهم ان المباراة لازم تنتهي بفائز ومهزوم ونتمنى ان نكون نحن اصحاب الفوز النهاردة حضر فريق بنعبيد الى ارضية الملعب منذ نصف ساعة توجه اللاعبين بالكامل الى ارضية الملعب واخذ الصور التسكارية في ملعب استاد الكلية الحربية ثم اتجوا مباشرة الى غرف خلع الملابس وهم الان داخل غرف خلع الملابس مع الكابتن اكرم لالقاء محاضرة مهمة جدا قبل بداية المباراة اما فريق مصر المقصة اللى حضر ايضا منذ نصف ساعة ولكن توجه الى ارضية الملعب لاجراءات الاخماءات الخاصة النهاردة داخل ارضية الملعب هذا كل ما لدينا من هنا من استاد الكلية الحربية الاستاد مصر والستوديو التحليم اشتركوا في القناة